اكد سعادة النائب عبدالله خليفة الرمحي رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب أن شعوب العالم العربي والإسلامي تتطلع لأن تحقق القمة الدولية التي ستضيفها جمهورية مصر العربية السبت المقبل لبحث التطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام إلى وقف الحرب والتصعيد وحماية كافة المدنيين وإنهاء الحصار والسماح بفتح الممرات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة وأوضح الرمحي أن مشاركة الكثير من الدول المعنية بالقضية الفلسطينية في مقدمتها الولايات المتحدة والصين وروسيا وتركيا والاتحاد الأوروبي إضافة إلى الدول العربية والخليجية وممثلية الأمم المتحدة والجامعة العربية من شأنها حماية قطاع غزة من كارثة إنسانية وتجنيب المنطقة المزيدة من العنف والتوترات مشيدا الرمحي بالموقف التاريخي والثابت لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حافظه الله ورعاه والتوجيهات الملكية السامية بتقديم مساعدات عاجلة إلى لشقاء الفلسطينيين في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها وذلك من خلال وكالة الأونروا والتأكيد على ضرورة فتح ممرات إنسانية عاجلة لإدخال المساعدة الطبية ولغاثية العاجلة وحماية كافة المدنيين ووقف التصعيد وأطلاق الحملة البحرينية الوطنية للتبرع من أجل مساعدة غزة مواربا أن اعتزاز مجلس النواب بنتائج الزيارات الرسمية لحضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حافظه الله ورعاه إلى المملكة المتحدة وجمهورية إيطاليا والفاتيكان وتأكيد جلالته على ضرورة الوقوف الفوري لكافة أشكال التصعيد العسكري وأولوية ضمان توفير الحماية الكاملة للمدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات إنسانية لإيصال المساعدات الطبية والإغاثية لهم وأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الموقف ومنع تفاقم الأوضاع والبحث عن آفاق للتهديئة مشيراً الرميحي لأن البحرين بقيادة جلالته حافظه الله ورعاه تدعم وتساند كل جهود التنسيق الرامية نحو تحقيق السلام العادل والاستقرار والأمن لجميع شعوب المنطقة وعطاء الشعب الفلسطيني الشقيق حقوقه المشروعة وإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية وصولاً لحل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وبما يضمن حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وأن يكون السلام والتمسك به هو الخيار الأول للوصول إلى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر